محمد مونير ليه أعمال فنية وغنائية كتير منها اللي عملها قبل ما يبقى مشهور ومنها اللي كان بيعملها بعد ما وصل لكمة المجد بس مونير قال بالدنيا بتوقعاته للفنانين فياتره قال إيه عن محمد فؤاد وكمان إيه بتوفي ومحمد الحلو وليه وصف أغاني أنغام بإنها مش مناسبة لسنها كل ده بقى وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده محمد مونير كان في فترة من فترات حياته عمل زي المتنبئين للأحداث المقبلة فكان بيقول على اللي هيحصل مع الفنانين قبل حدوثه بسنوات أو شهور اللي غريب بقى أنه فعلا فيه توقعات كتير من توقعاته فعلا اتحققت زي أنه قال إن محمد فؤاد مش بيحب المغامرة مش بس كده ده كمان ما بيعرفش يستمر في الحفاظ على فرص نجاحه المهم إن مونير كمان اتكلم عن إيه بتوفي اللي عايز يعيش حياته ويخلي نفسه دايما بين الصفايح مش بس كده الفرص اللي بتجيله بينهيها بالرفض أو الإبتعاد عنها كمان المغنيين من المطربات زي سميرة سعيد ولطيفة وأنغام مسبهمش من توقعاته قال إنهم مش بيقدموا فن وطرب مش ماشي مع سنهم والأهم بقى إن كينجو وصل في توقعاته بإن عمر دياب هو اللي هيبقى الفنان اللي سبق أبناء جيله بسبب موهبته وقدر كمان إنه يخلي الأغاني بتاعته سبب في وصوله للعالمية مش بس كده ده قال بالحرف الواحد عن عمر دياب أنشط مغني عربي ويعتمد على عنصر الإبهار وكمان هذا لا يعيب بالعكس بيفيده ولو كمل فيه بمضمون حلو يمكن يحكم الغناء كمان مونير شاف إن عمر دياب من ساعة ما بدأ لحد الوقت الحالي هو ماشي في طريق مظبوط بيقدر يحقق فيه كل اللي هو عايزه لكن بقى محمد الحلو في عيون مونير فهو فنان مش بيعرف يزعل حد منه فأي حاجة بيختارها في أعماله اللي هو بيقدمها بيكون فيها كتير من المجاملة ودي حاجة مش صح عشان أصلا الفنان لازم يبعد الشغل ودوره اللي بيقديه عن أي حاجة تانية وكمان مايربوتش الصداقة والعلاقات الأخرى بالشغل وده اللي محمد الحلو دايما بيقع فيه عشان كنا شاف إنه مقدرش يستمر على النجاح والفوز بكتير من الأعمال اللي بيقدمها لحد الوقت اللي احنا فيه ده الكلنجة مش بس فصر كل دول ده كمان فصر سبب توقف محمد صروت عن الأعمال اللي بيقدمها لأنه مش بيجدد من نفسه دايما ودل الفنان ماينفعش أبدا يعملوه ومش بس دي كده ده كمان نصحه إنه لازم ما يقفش عن مستوى معين ويعمل مغامرات ويبحث كمان عن حلول جديدة يقدر من خلالها إنه يوصل لنجاح أكبر حتى لو النجاح بتاعه قل في وقت من الأوقات فالمخارج اللي بيخرج من خلالها بيقدر من خلالها إنه يحقق نجاح من أول وجديد أنتو كمان شاركونا بقى برأيكم في التعليقات وقلولنا يطرى بقى شايفين إنه فعلا إدري جسد دور المتنبئين فعلا وكلامه عن كل الفنانين ده صح؟ ولا غلط؟ اشتركوا في القناة